برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل مبارح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي زار برلين العاصمة الألمانية برلين اللي بتحمل الزيارة دي عديد من الرسائل والدلالات خاصة انه انتقى بفرانك شتاينهاير رئيس ألمانيا الاتحادية وكمان المستشار الألماني أولوف شولتز واشاد سيادته بالطفرة النوعية اللي بتشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات وكمان أكد على تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنصيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك تفاصيل كثيرة قوي عن هذه الزيارة هلنقشها مع ضفنا في الستوديو الدكتور بشير عبدالفتاح الكاتب والباحث السياسي في الأهرام صباح الخير عليك صباح الخير على حضرتك وعلى سيد المشاهدين أهلا بحرارة أهلا بك يا فندم حريك قريت إزاي الزيارة مبارح زيارة سيارة رئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا بالذات كمان لقاءه بسيد فرانك شتاين ماير يعني اسمحيلي في البداية أن أتقدم لمنتخب اليد المصري وللشعب المصري بهذا الإنجاز الرائع بالتهنئة طبعا بهذا الإنجاز الرائع مش عاوزين انشغلنا بكرة القدم يخلينا يعني ننسى إنجازات بتتم على أكتر من صعيد فتحية لمنتخب اليد وتهنئة للشعب المصري ككل فيما يتعلق بزيارة الرئيس السيسي لألمانيا هي الزيارة الخامسة تقريبا يعني الرئيس السيسي من سنة 2015 زار ألمانيا 15 17 18 19 وهو لديه إعجاب خاص بالتجربة الألمانية وهو ذكر ذا الحقيقة في أكثر من لقاء أنه لديه إعجاب خاص بالتجربة الألمانية التجربة الألمانية نموذج لبناء الدولة بعد التدمير يعني بعد الحرب العالمية التانية كانت ألمانيا مدمرة تماما واستطاعت أن تعيد بناء الدولة وتحدث تجربة تنموية وصناعية رائدة لذلك هناك تعاون مصري ألماني على أكثر من صعيد سواء في المجال الدفاعي أو في المجال الأمني أو في المجال الاقتصادي وهناك اهتمام شخصي من الرئيس باستلهام التجربة الألمانية والاستفادة منها في تأسيس تجربة تنموية ونهضوية مصرية حقيقي الزيارة الحالية وهي الخامسة تأتي في سياقين السياق الأول تنشيط التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في كافة المجالات والذي بدأه الرئيس السيسي منذ ولاياته الرئاسية الأولى في 2015 والمصاري الثاني أو البعد الثاني هو التحضير لقمة شرم الشيخ للمناخ في نوفمبر المقبل لأنه الرئيس رح أساسا للمشاركة في مؤتمر بيتروسبرج الخاص بالمناخ ونحن عارفين أن المجتمع الدولي بدأ يعقد سلسلة من الاجتماعات الدولية لمناقشة قضايا البيئة والمناخ لأنه قضايا البيئة والمناخ كانت قبل 20 سنة بنسميها في العلاقات الدولية Low Issue Politics يعني قضايا أقل اهتماما وأقل أهمية بالنسبة لأجندة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية أهمية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر بيتروسبرج للمناخ في الحجد لكوب 27 الذي يكون موجود عندنا في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل المشاركة في بيتروسبرج أولا بتعكس الاهتمام المصري بقضايا البيئة والمناخ الغرام أن مصر دولة لا تزال من دول العالم الثالث ومعروف أن قضايا البيئة والمناخ انتقلت إلى قمة أولويات العالم البعض بينظر لها على أنها قضية من قضايا العالم الأول أن الدول المتقدمة فقط هي المهتمة لا مصر دولة مهتمة بشكل كبير بهذه القضية ولها إسهامات لافتة الأمر الثاني أن الرئيس السيسي من خلال هذه المشاركة في عملية تسليم وتسلم يعني الرئيس هيتسلم من الجانب الألماني إدارة هذا الملف على المستوى الدولي من خلال قمة شرم الشيخ المزمعة في نوفمبر المقبل الرئيس في قمة جدة اللي عخدت في المملكة العربية السعودية يوجه الدعوة لكل الحاضرين بمن فيهم الرئيس الأمريكي للمشاركة في قمة شرم الشيخ في هذا السياق والآن يتسلم من الرئاسة الألمانية أو المستشار الألماني وينسق ويحضر لقمة شرم الشيخ المقبلة للبناء على ما تم إنجازه في قمة بوتروسبرغ ومن ثم هذا يعكس إلى أن مصر المنشغلة بمحاربة الإرهاب مصر المنشغلة بإعادة بناء الدولة مصر المنشغلة بالتنمية الاقتصادية لا تنسى قضايا البيئة والمناخ وهذه نظرة تكاملية شاملة في التنمية لأنه دايما التنمية بنصفها بأنها تكون شاملة تكون مستدامة تكون ذكية صحيح يعني وانت بتعمل مشاريع تنموية ونهضوية وصناعية لا تنسى البعد البيئي البعد المناخي إنك إزاي تجربتك التنموية والنهضوية لا تأتي على حساب البيئة إنك ما تعملش قلاع صناعية تلوث البيئة وإنما تعتمد على الاقتصاد الأخضر الوقود الأخضر الذي يحقق لك التنمية ويحافظ في ذات الوقت على البيئة ولا يضر بيئة يمكن جتع عهدات مصر دايما يا دكتور في فكرة إنه عدم الامتصال من القرارات اللي هتتمخض من القمة دي بيئة الواقع يعني ما أقولش اللي أنا هقلل درجات الانبعاثات الكربونية بـ 2 أو 3 درجة لا إحنا بنتكلم فيه أمر واقعي إلى حد ما الدرجة ونصه يمكن اللي ذكرها أيضا إنبارح السيد الرئيسي أنا بشكر حضرك على الإضافة دي لأنه العالم في وضع حرج في مسألة البيئة والمناخ يعني قمة باريس 2015 طرح الطموحات عالية جدا في مسألة تقليل الانبعاثات لم تنفذ ولم تحقق نعم أو مسألة الحياد الكربوني يعني دول أوروبا قلت 2030 ورجعت قلت 2050 مرة تانية لكن لما جات أزمة أوكرانيا أو الحرب الروسية الأوكرانية واللي حصل وتأثيرها المباشرة على أمن الطاقة العالمي وجدنا إن القارة الأوروبية بتعود مجددا إلى الفحم بتعود مجددا إلى الطاقة النووية بعدما ألمانيا أفلت كل المحطات النووية اللي عندها رجعت مرة تانية تفتح محطات نووية ورجعت تعتمد على الفحم مرة تانية هذه الردة في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر والاقتصاد الأخضر ما فيه شك إنه بيأثر سلبا على فكرة الحياد الكربوني علشان كده الرئيس السيسي كان واقعيا حينما لم يرفع من سقف تخليل الانبعاثات نعم والطموحات وأشياء من هذا القبيل لأنه مش واقعي أمد علشان كده وليل عهد السعودي في قمة جدة لما قال إن إحنا بنتحرك باتجاه الطاقة النظيفة لازم ده يكون بشكل متدرج وليس على حساب الوقود الأحفوري بنسبة 100% والنهاردة نحن نتكلم عن الغاز الطبيعي كأداة أو وسيلة طاقة انتقالية لأنه في مصادر الوقود الأحفوري اللي هي الفحم والنفط والغاز أقلهم من حيث الانبعاثات الغازية الضرة هو الغاز لذلك المجتمع الدولي بيركز على الغاز كوسيلة وقود انتقالي من الوقود الأحفوري اللي عنده زيادة في تنويس البيئة إلى الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة براكم فيه كمان مؤتمر صحفي ما بين سيادة رئيس وما بين أولوف سولتس شفت إزاي النقاط المهمة أو إيه هي أبرز النقاط المهمة في المؤتمر الصحفي ده طبعا المؤتمر الصحفي ركز على عدد من القضايا التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في كافة المجالات والرئيس أشاد بالشركات الألمانية العملاقة زي سيمنز على سبيل المثال في مجال الطاقة والكهرباء والتعاون في مصر ومجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ويمكن ده بيلفت الانتباه إلى أنه دور مصر القادم في تزويد أوروبا بالطاقة ده أيضا تضمن خلال مؤتمر الصحفي وأكتر من سؤال وجه في هذا السياق بأن مصر بتساهم مش هنقول بتعوض لأن محدش يقدر يعوض الطاقة اللي كانت بتصدر من روسيا إلى أوروبا وكونا بنتكلم قبل الهوى في الموضوع ده لكن مصر تقدر تساهم بالنسبة لا تقل عن 10% في تعود هذا الأمر من خلال 3 مسارات المسار الأول الكهرباء أن مصر بتعمل ربط كهربائي مع دول جنوب المتوسط الأوروبية زي اليونان وقبرص من أجل توصيل الكهرباء المصرية إلى أوروبا وإحنا عندنا فائض في الكهرباء 25% الأمر الثاني من خلال الطاقة اللي هتيجي من مصر إلى أوروبا الغاز إحنا عندنا حق لظهر وعندنا تنامي في إنتاج الغاز المصري واحتياطيات الغاز المصري إضافة إلى الغاز اللي بناخده من قبرص وإسرائيل نعمله عملية تسييل ثم ضخه عبر السفن إلى أوروبا الأمر الثالث الهيدروجين الأخضر والطاقة المتكددة إحنا بنشتغل على توصيل كهرباء لأوروبا توصيل غاز لأوروبا توصيل الطاقة المتكددة وتحديداً الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح وطاقة الشمس صحيح نقطة أثيرة مهمة وابونة تحتية في مصر تسمح بذلك يعني عندنا ابونة تحتية تسمح بذلك ويمكن أعلنها بالأمس السيد الرئيس مرتين مرة أثناء اللقاء مع المستشار الألماني زي ما قالت بسانتو المرة الثانية في المؤتمر الصحفي لما قال الرئيس نحن مستعدون لإمداد أوروبا بالكهرباء والغاز لحل أزمة الطاقة الحالية حضرك فتحت قضية مهمة للغاية لأن مسألة أن تكون هاب أو أن تكون مركز إقليمي للطاقة ده بيتطلب إمكانات يعني في دول بتنفسنا يعني لا دعي لذكر اسمها بتحاول أنها تبقى مصدر إقليمي للطاقة تصدر من الشرق الأوسط للعالم لكن كل واحد ممكن يعرض نفسه لكن مين اللي ممكن يقوم بالدور ده اللي مستعد وعنده إمكانات إمكانات يعني أول حاجة يكون عندك احتياطيات من مصادر الطاقة سواء كان وقود أحفوري أو طاقة متجددة الحاجة الثانية بنية تحتية إنك يكون عندك خطوط من الأنابيب يكون عندك محطات إسالة يكون عندك سفن تقوم بعملية نقل الغاز المسال مصر عندها هذه الإمكانيات عندنا إحنا الدولة تقريباً الوحيدة في شرق المتوسط اللي عندها محطات الإسالة عندنا خطوط أنابيب لاستخدام الغاز وتسييله عندنا علاقات طيبة جداً مع دول شرق المتوسط ومع الدول الأوروبية تساعد على القيام بهذا الدور فأنت عندك إمكانات أن تقوم بدور المصدر الإقليمي للطاقة وعشان كده الرئيس السيسي يتكلم بثقة وقال نحن مستعدون للقيام بهذا الدور والأوروبيون يعلمون ذلك إذا انتقلنا إلى محور تاني في المؤتمر الصحفي قضية حقوق الإنسان في مصر وطبعاً برضو الرئيس بيتعامل بواقعية بالمناسبة لما قال أنا جاي وعارف أن أنا هتسئل هذا السؤال وفي كل دولة أوروبية وكل دولة غربية لأنه جرت العادة أن فيه دوائر في هذه الدول بتهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان الإجابة كانت واقعية ومباشرة لأبعد الحدود انزلوا وسألوا الناس في الشارع بمعنى آه يعني ما تكتفيش بحكاية أن تقرير يجي لك مش دقيق يجي لك يقولك أن الأوضاع متردية تعالى بنفسك وشوف وقابل الناس فيما يتعلق ورئيس أشار إلى قضياتين في غاية الأهمية القضية الأولى حرية العقيدة وحرية الأديان في مصر النهاردة لا يستطيع أي منصف أن يشكك في أن مسألة حرية العقيدة وحرية الأديان متاحة بشكل كبير هناك نقلة نوعية بالنسبة لغير المسلمين في مصر في مسألة دور العبادة يعني ما عندناش أي مشكلة من أي نوع بدليل لأنه كان فيه أصوات زمان بتتكلم مسألة بناء الكنائس ترميم الكنائس كل هذا انتهى انتهى تماما إلى غير الرجعة وكل القضايا والمشكلات المتعلقة بحرية ممارسة العقيدة انتهت في مصر مش بس للمسيحيين وإنما حتى لكل المذاهب وكل الأطلاق ده الوعي القيادة السياسية من اليوم الأول أنه ده بمسابة الوطر الحساس اللي بيلعب عليه كل مترمب بالبلد لم يعد علشان كده أنا أذكر أنه الرئيس السيسي لما اشتغل في هذا الموضوع أنا قلت أنه حقق طفراتين مهمتين طفر في مجال الطاقة وطفر في مجال ملف الحريات الدينية دول انتهوا تماما إلى غير الرجعة ملف حرية المرأة الرئيس أشار إلى هذا الأمر النهاردة شوف حضرتك تمثيل المرأة في البرلمان عندنا دي الأعلى تقريبا في أفريقيا والدول العربية والشرق الأوسط أكتر من 25% نسبة تمثيل المرأة المصرية بالبرلمان بمجلسيه أو بغرفتيه والنهاردة حقوق المرأة شوف المرأة بتتبوأ أكثر أو أهم المناصب في الدولة شوف عندنا كم وزيرة في الحكومة عندنا كم مديرة لمناصب مهمة في الدولة حتى مسألة الحريات وحرية التعبير الرئيس أشار إلى الحوار الوطني اللي النهاردة بتعقد الجلسة الثانية ليه وبالتالي لم يعد هذا الملف وطر حساس أو ورقة ضغطة أو منطقة رمادية وإنما مصر بتغطوه احنا مش بنقول ان احنا عفوا وصلنا إلى مستوى الكمال لا يعني نحن لازلنا نأمل في وصول إلى مستويات أعلى وأرقب كثير خطوات والرئيس نفسه بيعترف خطوة من ألف خطوة لكن اللي جرى لا يمكن انكاره ولا يمكن تجاهل وده فعلا لا يمكن انكاره بدليل أنه رئيس الألماني أشاد بجهود مصر التنموية وكان يعني بيتكلم عن حتى نقل الخبرات وفي الحقيقة عندنا طريق طويل مش نامع ألمانيا في نقل الخبرات لن نتكلم عن التعليم أو مجالات مختلفة فكان رأيك إيه في هذه الإشادة؟ طبعا إشادة من دولة زي ألمانيا وبالمناسبة ألمانيا هي الاتحاد الأوروبي يعني ألمانيا هي القلب النابض لأوروبا علشان كده لما حصل بريكزات خروج بريطانيا وكان حديث عن دول أخرى ممكن تخرج من الاتحاد الأوروبي طالما ألمانيا موجودة يبقى فيه اتحاد أوروبي طالما في ألمانيا يبقى فيه يورو ومن ثم انت بتكلم عن أهم دولة في الاتحاد الأوروبي بتكلم عن رابع أقوى اقتصاد في العالم فلما تحصل إشادة من المستشار الألماني بالتطورات اللي بتحصل في مصر على صعيد حول الإنسان والديمقراطية والتنمية يبقى دي إشادة لابد أن توضع في الحسبان وإشادة يعتد بها أوروبيا وعالميا وده طبعا ناتج من الجوالات اللي تمت ما بين مصر وألمانيا على كافة الصعود حتى في مسألة نقل الخبرات يمكن عندنا مشاريع عديمة زي مبارك كول على سبيل المثال هلموت كول والرئيس الأسبق مبارك في مسألة تطوير التعليم الفني النهاردة عندنا مشاريع تنموية عملاقة وعندنا تطوير للتعليم وتبادل للخبرات وهذا أمر مهم للغاية لأن ألمانيا هي أفضل دولة على مستوى العالم تستطيع أن تتحصل منها على هذه الخبرات سواء في مجال تطوير التعليم أو غيره وإحنا في مصر عندنا مشروع طموح لتطوير التعليم الفني صحيح لم يصل إلى المستوى المطلوب لأنك محتاج تغير الصورة الذهنية النمطية للتعليم الفني لأنه دايما حصل تعلق في مصر بمسألة الجامعات أن اللي ما يروحش الجامعة يبقى فاشل اللي ما يلتحقش بكلية من الكليات ألمانيا تحديدا سوء وعب ممكن يستقبل منك المهارات الفنية تحديدا واليدي البشرية فيها شريطة أن أنت تصحح الصورة الذهنية لأننا عندنا حتى عندنا بنسام الكليات التعليم العالي وكأنه اللي ما يروحش الجامعة يبقى تعليم منخفض أو تعليم واضح طبعا أنت محتاج تغير والتغيير الصورة الذهنية النمطية محتاج جراءات على أرض الواقع بمعنى أنك ما تقولش ما تدخلش الجامعة وروح تعليم فني وانت هتبقى كده اتعلمت بشكل كويس جهز للتعليم الفني من حيث الإمكانات من حيث فرص العمل فيه فرص عمل موجودة دلوقتي كمان بالفعل للطلبة يعني الطلبة حتى دلوقتي ما تروح لهم فرص عمل غير طبعا التطوير الكبير اللي احنا شفناه في المناهج عايزة أتكلم معك في نقطة مهمة جدا تانية كمان هي العلاقة الوطيدة اللي احنا كانت ما بين مصر وألمانيا أيام ماركل ودلوقتي مع أولوف شولز العلاقات الوطيدة دي على مدار الحكومات المختلفة لألمانيا دليل على ايه وهل ده دليل كمان على تطورات أو فيه في المستقبل تطورات في العلاقات الاقتصادية خلينا نركز عليها لو نقول طبعا الاستمرارية والتواصل في العلاقات ده دليل على إدراك ألمانيا لأهمية مصر يعني ما كان لدولة بثقل ألمانيا ووزن ألمانيا أنها تولي هذا الاهتمام بالدولة المصرية منذ عهد بيركل وصولا إلى شولز الآن لو لا أن الدولة الألمانية تدرك ثقل ومركزية الدور للمصر والحقيقة أن المستشار الألماني مبارح أشار إلى هذا الأمر دور مصر في الاستقرار في الأراضي الفلسطينية بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين ودور مصر في ليبيا على سبيل المثال حفظ الاستقرار والأمن في ليبيا ودعم جهود التحول من المواجهات العسكرية المسلحة إلى المصاري السياسي والديبلوماسي لتسويات الأزمة الليبية وانتخاب مؤسسات الدولة بما يضمن للشعب الليبي استثمار موارده وطاقاته لتعود بالنفع على أبناء الشعب الليبي هذا كلام المستشار الألماني نعم المستشار الألماني لو ما بعيدت كثير عن كلمة سيادة الرئيس في طم تجد نعم بالضبط يعني أشات حتى بالدور المصر في هذا المدمر لأن مصر صانعت سلام والعالم يعرف ذلك مصر عمرها كانت دولة معتدية مصر عمرها كانت بتدخل في شؤون الدول الأخرى وإنما دايما تدعم الاستقرار ودايما المقاربات المصرية مقاربات تنموية حتى في أكثر الملفات يعني توترا زي ملف السد الأسيوبي على سبيل المثال طرحت مصر مقاربة تنموية حق التنمية عندك وليس على حساب أمني ألمائي وبالتالي هناك إدراك ألماني للرؤية المصرية في هذا المدمار وده اللي أدى إلى استمرارية وتواصل التنسيق المصر الألماني رغم تغير القيادات في ألمانيا وده اللي بنسميه العلاقات الاستراتيجية أو الشراكة الاستراتيجية من ضمن أبعاد الشراكة الاستراتيجية استمرارية التعاون بين البلدان برغم تغير القيادات وتغير النهج السياسي في هذه الدولة طيب العلاقات الاستراتيجية دي احنا بنحتفي ونحتفي للنهاردة بمرور سبعين عام عليها شايف تطوير هذه العلاقات ازاي؟ طبعا تطوير هذه العلاقات بيأتي في سياق الاتفاق في وجهات النظر ما بين القيادتين والدولتين يعني لما يكون مثلا فيه توافق على الاستقرار في الشرق الأوسط والاستقرار في الشرق الأوسط بيجي ازاي تسوي الخلافات والصراعات المزمنة يعني ما ينفعش أتكلم عن أنه شرق أوسط آمن ومستقر وفيه مشاريع للتعاون الإقليمي بينما القضية الفلسطينية لم تحل حتى الآن بينما القضية الليبية ملتهبة الوضع في اليمن الوضع في سوريا لابد من حلحلة وتسوية كل هذه القضايا تسوية عادلة بالمناسبة عشان أقدر أعمل تعاون إقليم مصر وألمانيا تتفقان وتلتقيان في هذا المدمار برضو مسألة أمن الطاقة وأمن الغذاء والأمن المناخي هذه قضايا تسعى ألمانيا لإيجاد تسويات عادلة ومنصفة لها مصر أيضا تشاطرها هذا الأمر وتلعب دورا محوريا في هذا المدمار موضوع مكافحة الإرهاب هناك تعاون مصر ألمانيا على المستوى الأمني على المستوى الاستخباراتي هناك توافق في الرؤى أيضا في هذا المدمار هناك أيضا وعي من قبل القيادات الرئيس السيسي عنده إدراك لأهمية دور ألمانيا سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني عالميا وهناك أيضا إدراك من الجانب الألماني هناك أيضا تفاهم وتناغم في كافة أو تطابق في وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وده كان واضح من خلال المؤتمر الصحفي ومن خلال المباحثات التي تمت بين الجانبين أيضا الاستمرارية في المشاريع التنموية وتبادل الخبرات يعني ألمانيا لا يمكن أن تستمر في مواصلة المشروعات التنموية في مصر لو لا ثقتها في وجود بنية تحتية وبيئة مواتية للاستثمار واستقرار وبيئة مواتية للاستثمار من خلال القوانين التي ابتضعها الدولة المصرية التي تجذب الاستثمارات الخارجية لأن رأس المال كما يقال جبان هو يبحث عن الاستقرار يبحث عن البيئة الآمنة من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية أيضا الخطوات اللي مصر بتتخذها على طريق التنمية وعلى طريق الإصلاح السياسي وعلى طريق توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال القوانين المختلفة كل ده بيؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الألمانية وتوطين وده أول حاجة اشتغلت عليها مصر يا دكتور فكرة اللي أنا أوفرت مناخ الاستثمار وتعديل قانون الاستثمار أيضا ودفع بالفعل يعني ده على رأس أولويات السياسة الرئيس بالفعل هي علاقات وطيدة بين البلدين وزيارة في الحقيقة أنا كحاجة جدا على مجالات مختلفة لو نتكلم على المجال إن شاء الله الاستثماري في المستقبل وكمان تحقي إن شاء الله العدالة المناخية وتسلم مصر الملف المناخي استعدادا لمؤتمر المناخ في مصر كاب 27 كل شكرا لك الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والبحث السياسي في الأهرام على وجودك معنا شكرا جدا عارتنا دكتور